الحمد لله السميع البصيري القادر المريد سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه أعزاء المستمعين أبناء الطلبة والطالبات نواصل حديثا قد بدأناه عن ركن الإيمان بالقضاء والقدر وبعد أن بينا منزلة الإيمان بالقضاء والقدر في إسلامنا في ديننا في عقيدتنا نشرع الآن في بيان المفهوم بالقضاء والقدر تعريف القدر لغة يقصد به أنه مصدر القدر مصدر قدر يقدر قدرا يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته فالله تبارك وتعالى قد قدر الأشياء أي أنه علم بها أزل وعلم حقيقتها وعلم نهايتها هذا معنى كلمة القدر من حيث اللغة وكذلك القضاء من حيث اللغة يطلق على الحكم ويطلق على الصنع ويطلق على البيان فيقال قضاء أي حكماء قضاء أي صنعاء قضاء أي بينا فالقضاء هو البيان وهو الحكم الصادر من الله تبارك وتعالى على عباده وأما القدر إصطلاحا فهو علم الله وكتابة ما طابق ذلك أي ما طابق علم الله من مشيئته وخلقه في الكون فالله تبارك وتعالى عالم أزلا وقضى وحكم في سالف الزمن وفي علمه الأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية له ثم جاء الكون فطابق ما كان في مكنون علمه سبحانه هذا هو التعريف للقضاء والقدر فماذا عن الأدلة الدالة على القضاء والقدر أما الأدلة فهي كثيرة متعددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر أي كل ما في الكون إنما هو صادر بقدر الله أي علمه الأزلي الذي طابق مراد الله تبارك وتعالى ومشيئته أيضا قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا أي سابق سابق في علم الله الأزلي أن هذا سيحدث أيضا قوله تعالى الذي له ملق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا انظر إلى لفظ العموم كل يشير إلى أن كل ما في الكون إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى وفي الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل ذلك دلالة على أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب على كل مسلم أما عن مراتب القضاء أو مراتب القدر وأدلة من الكتاب والسنة فهي على هذا النحو للإيمان بالقضاء والقدر أمور أربعة لا يتم إلا بتحقيقها لا يكمل الإيمان بالقضاء والقدر إلا بها وقد جاءت أدلة المنقول والمعقول المنقول من الكتاب والسنة والمعقول أي عقل البشر وقف على هذه الحقيقة وعلى إبراز هذه المراتب الأربعة المرتبة الأولى علم الله بكل شيء سبق في المنقول أن علم الله شامل لكل شيء المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ الله عالم أيضا كتب وثبت ذلك في الكتاب المكنوني وهو علم الله تبارك وتعالى المثبوت في اللوح المحفوظ أيضا المشيئة مشيئة الله النافذة وأخيرا من المراتب إيجاد الله تعالى لجميع المخلوقات وانظر عزيز الطالب هنا علم الله وأن ذلك العلم قد سبت مكتوبا وأن ذلك لا يقوم إلا بمشيئة الله وأخيرا أوجد الله عز وجل هذا الشيء المعلوم أما الأدلة على هذه المراتب فهي على هذا النحو المرتبة الأولى العلم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويقول تبارك وتعالى في سورة أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل هذه الأشياء التي ذكرها الحق تبارك وتعالى رموز لكل ما في الكون لا كبير ولا صغير لا رطب ولا يابس إلا وقد سبق في علم الله في كتابه المكتوب اللوح المحفوظ ويقول تبارك وتعالى والله بما تعملون عليم إنما يقوم به العباد من أعمال إنما هي وفق علم الله تبارك وتعالى وهي مكتوبة عنده أيضا من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة الله تبارك وتعالى قد كتب علمه في اللوح المحفوظ فقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فكل ما في السماء والأرض هنا كل ما فيه ما هنا المعقول وغير المعقول الإنسان والحيوان النبات كل ما في السماء والأرض علم الله تبارك وتعالى قد شامله وقد كاتب الله ذلك في اللوح المحفوظ ويؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء سبحان من هذا كونه وسبحان من هذا كلامه أيضا من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة يقول تبارك وتعالى ويفعل الله ما يشاء المشيئة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى هو الذي يرتضي أولا وهو الذي يرضى أولا وهو الذي يشاء أولا حتى يحدث كل شيء في كونه ويؤكد ذلك في ما جاء في آية أخرى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئة العباد إنما هي تحت مشيئته سبحانه ولا يحق لعبد من عباده أن تكون له مشيئة خارجة عن إرادة ومشيئة الله الواحد القهار أيضا المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق الله أوجد ما سبق في علمه وتحت مشيئته ومكتوب في كتابه فجاء التنفيذ الإلهي لهذا المعلوم فأوجد ما في الكون بمشيئته وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق أوجد وقال تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ أَوْجَدْنَاهُ بِقَدْرٍ مِنَّا سَابِقْ وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَىٰهُ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء خالق اسمه فاعل الله تبارك وتعالى والفاعل دلالة على الاستمرار فكل ما في الكون يحدث إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى وهكذا نكون قد وقفنا على مراتب الإيمان بالقدر وأقمنا الأدلة عليها من الكتاب والسنة اشتركوا في القناة